تشير الأرقام الآخرة التي قدمتها الحكومة إلى ضعف نسبة التأمين في المجتمع الجزائري خاصة التأمين من الكوارث الطبيعية ويرى أصحاب مؤسسات التأمين أن تأصيل ثقافة التأمين أصبح أكثر من ضروري في الوقت الراهن اليوم لو نشوف مثلا محرائق اللي حثت في الصيف كثير من المؤمنين صرحوا بأشياء لضاعة لهم لكن ما كانت ثبوتات قانونية على قيمة هذه الأشياء يعني هي تصريحات نظن أن أغلبها صحيحة لكن لو كان هناك عقد تأمين كان التعويض يكون على حسب الرقم المصرح به في عقد التأمين لهذا نظن اليوم وصلنا إلى واحدة المرحلة أن نغير النموذج والحكومة نظن أعطاها تعليمات ونبدأنا نمشي إن شاء الله نصل لنتيجة في أقرب وقت اقتصار الجزائريين على تأمين السيارات بدل التأمين على الممتلكات والثروة راجع لعدة أسباب منها تراجع القدرة الشرائية وغياب ثقافة التأمين هناك جزء من الثقافة وهناك جزء من الاتكالية لأنك تعرف أن الكوارث الطبيعية أصبحت متكررة فيضانات زلازل حرائق يعني أصبحت تأتي بصفة متكررة لهذا نظن أنه اليوم وصل للوقت والحمد لله يعني الوزير الأول أعطاها توجيهات في هذا المجال حتى وزير الداخلية لما مر على مجلس الأمم منذ أسبوعين وقال نفس الشيء أنه لازم نغير المنظومة يعني المودالي كونوميك يعني المنظومة الاقتصادية حتى يصبح التأمين كآلية اقتصادية لمواجهة الكوارث الطبيعية الماتريالينا نديره للاسيرون السعود والتوريس كيطو لا يمكن أن تعرفوا كيف يساعدوا كيف يساعدوا أصبحت لنا دي بتي ديقاء وليس كي ديقاء كبار والحمد لله بعتنا إلى الإكسبار وننتقل في البقاء لنرى تصبح لدي ديقاء الطبيعية كما أنني أمن باللي اللا سيانون سرحة ترجعلي لو كان يصير لي التأمين على الكوارث الطبيعية مثال الحملة كما تعلقوا العديدية و السنوات التي فتت التأمين على الكوارث الطبيعية في الجزائر من شأنه تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال إحالة مسؤولية جبر أضرارها إلى ملاك العقارات وشركات التأمين بدل إبقاء تعويض تابعاتها المالية على الدولة